قالت الرئاسة الروسية أن تعيين القائد الجديد للقوات المشتركة في أوكرانيا يهدف إلى توسيع نطاق العملية العسكرية وكان وزير الدفاع الروسي سيرجيش ويجو عين رئيس هيئة الأركان العامة قائدا عاما للقوات المشتركة المشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا ليحل محل سابقه بعد ثلاثة أشهر من تنصيبه قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا سخاروفا أن أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستحقق مؤكدة أن جميع الأسلحة التي قدمها الغرب لكييف هي أهداف مشروعة للقوات الروسية وفي مؤتمر صحفي أضافت سخاروفا أن عدم الاعتراف بالحقائق الجديدة في أوكرانيا يطيل أمد الأزمة خاصة وأن الدول الغربية تستخدم أوكرانيا كدرع بشري أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستتحقق ونود أن نذكر بأن جميع الأسلحة التي قدمها الغرب لكييف هي أهداف مشروعة للقوات الروسية وسيتم تدميرها أو الاستيلاء عليها لقد قلنا ذلك بالفعل عدة مرات وعدم الاعتراف بالحقائق الجديدة في أوكرانيا يطيل أمد الأزمة خاصة وأن الدول الغربية تستخدم أوكرانيا كدرع بشري قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا مليان إن الجيش الأوكراني يقاتل من أجل الاحتفاظ بمدينة سوليدار بشرق أوكرانيا وأكدت المسؤولة الأوكرانية أن الوضع الصعب على الأرض في ظل معارك وصفتها بالأشرس مع القوات الروسية وأوضحت أن الجنود الأوكرانيين يقاتلون بلا توقف وأفدت تقارير إعلامية روسية بأن القوات الروسية تحرز تقدما مهما في منطقة بخموت وذلك بعد المعارك الشرسة التي شهدتها مدينة سوليدار شمال شرقي بخموت أعلن نائب وزير الدفاع الأوكراني أن المعركة مستمرة على جبهة سوليدار موضحا أن القوات الأوكرانية متمسكة بمواقعها من جهة أخرى قالت قوات موالية لروسيا أنها تمكنت من تحرير بلدة سوليدار في دونتسك بشرق أوكرانيا بالكامل وقتل المائة من الجنود الأوكرانيين معارك طاحنة شهدتها جبهة سوليدار بين الجيشين الروسي والأوكراني يستقوم وحدات من قوات موسكو بمحاولة السيطرة على المنطقة فيما تقاوم القوات الأوكرانية محاولة استعادة أراضيها بدعم عسكري ولوجستي من الغرب وفي آخر تطورات هذه الاشتباكات قالت قوات موالية لروسيا إنها تمكنت من تحرير بلدة سوليدار في دونتسك شرق أوكرانيا بالكامل مع مقتل المائة من الجنود الأوكرانيين مصادر ميدانية أوضحت أن الجيش الأوكراني يقوم بإرسال المزيد من الجنود إلى جبهة سوليدار للقضاء على مقاتل القوات الروسية كما أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن الجيش الروسي يتكبد خسائر فادحة في العتاد والأرواح على ذلك المحور الجانب الروسي أكد أيضا أن قواته تجري عملية تمشيط لمدينة سوليدار ومحيطها موضحا أن الجنود الأوكرانيين يختبئون في السراديب والمباني السكنية موسكو استهدفت سوليدار لتصبح منصة انطلاق لمهاجمة مدينة بخموت القريبة التي صمدت لأشهر في مواجهة القوات الروسية وهي مركز لخطوط الإمداد في شرق كييف وفي خطوة من شأنها حسم المعارك بين الجيشين الأوكراني والروسي وبعد شهور شهدت انتكاسات في ساحات القتال عينت موسكو الجنرال جراسيموف رئيس أركانها قائدا للعملية العسكرية في أوكرانيا في أكبر إعادة تنظيم حتى الآن لهيكلها القيادي العسكري الرئيس البولندي أندري تودا أعلن خلال زيارة إلى أوكرانيا أن بلاده مستعدة لتزويد كييف بأربعة عشر دبابة سقيلة متطورة من نوع ليوبارد 2 على أن يحصل ذلك في إطار تحالف دولي يجري العمل حاليا على بنائه مشيرا إلى أنه يعتمد على دول أخرى للمساهمة في عمليات تسليم هذه الدبابات وبدوره رحب الرئيس الأوكراني زينيسكي بتصريح نظيره البولندي موضحا أن بلاده تتوقع قرارا مشتركا تشارك فيه دول إضافية أخرى مستعدة لإرسال دبابات ليوبارد 2 موسيقى 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 أعلنت وزارة الدفاع الروسية تصفية أكثر من 230 جنديا أوكرانيا وإسقاط طائرة أوكرانية من طراز سوء 25 في أجواء دونتكا وأضافت الوزارة أن الهجوم الروسي في منطقة دوناسك في شرقي أوكرانيا مستمر بناجح أعلن حكم إقليم خرسون أن هجوما روسيا تسبب في انفجار في مركز خرسون للولادة وقال حكم المنطقة ياروسلاف يانو جوفيتش إن الانفجار نتج عن قذيفة أطلقتها روسيا مع الحق أدرارا بمكاتب الأطباء لكن الموظفين والمرضى لم يصابوا بأذى أعلنت وزارة الخارجية الروسية إدراج 36 مواطنا بريطانيا إضافيا في القائمة السوداء من بينهم عدد من أعضاء مجلس الوزراء وممثل وكالات حماية القانون والصحفيين وذكرت الوزارة الروسية أنه على خلفية النهج المعادي لروسيا من قبل الحكومة البريطانية التي تواصل بنشاط تطبيق أليات العقوبات الشخصية وتقوم بحملة دعائية مكثفة بهدف تشويه سمعة موسكو وعزلها على الساحة الدولية تقرر إدراج بعض أعضاء مجلس الوزراء البريطاني وبعض ممثل الهيئات الأمنية وكذلك بعض الصحفيين في قائمة العقوبات الروسية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة